السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأسبوع العاشر من الوحدة الثانية وعنوان هذا الترس كما تلاحظون هو التربة والفلاحة لصول إلى قيكتور وصلنا بحول الله إلى الصفحة 30 من الكتاب المدرسي المنير في النشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي كما تلاحظون عنوان هذه الصفحة هو التربة والفلاحة وهو درس من درس الأسبوع العاشر الذي يندرج في الوحدة الثانية الحصة السابعة إذن مبدأ على بركة الله ألاحظ وأتساءل لاحظ المتعلمون والمتعلمات أثناء خرجة لمنطقة فلاحية أن بعض نباتات عباد الشمس ينمو بشكل جيد في الحقل الأول بينما لا ينمو بشكل جيد في الحقل المجاول إذن إذن هنا كما تلاحظون صورة أو وثيقتين الوثيقة الأولى الحقل الأول والوثيقة الثانية تمثل الحقل الثاني فهذه الوثيقة يبنينا بأنه الإنتاج أو المرضودية الكبيرة مقارنة مع الحقل الثاني إذن هذا المتعلمون والمتعلمات لما لاحظوا هذا الاختلاف أشناه ما ممكن ونحن معهم أشناه التساؤل يمكن أن نطرحه هذا الحقل أكثر مرضودية إذن ما هو السبب لخلاء هذا الحقل المرضودية دياله أكثر من المرضودية دياله الحقل الثاني إذن تساؤل ما هو سبب ارتفاع المرضودية في الحقل الأول مقارنة مع الحقل الثاني فبالتساؤل إذن هنا لأدون أجوبتي في دفتر التقصي هنا سوف نطرح أو نضع بعض الأجوبة إذن هو الجواب اللي ممكن نقوله هنا يا بنيت اللحظة المرضودية هنا كبيرة مقارنة مع المرضودية سألنا ما هو السبب ممكن نعطيه نقوله هنا يفسد في دفتر التقصي السبب يرجع إلى نوع طربة بما أن الترسية تحدث عن طربة في لحا فهنا أول أجوبة نوع الطربة ربما الطربة في هذا الحقل أكثر أو أحسن جودة من الطربة في الحقل الثاني إذن هنا نقول مثلا الطربة خصبة في الحقل الأول مقارنة مع الطربة في الحقل الثاني الجواب أو الفردية الثانية أو الجواب اللي يمكن يجينا للبال هو مقارنة مثلا مكونات الطربة فعلا طربة المكونات ديالها الطربة هنا هي مكوناتها تختلف عن مكونات الطربة في الحقل الثاني من حيث المكونات مثلا مكونات ديالها الطربة غنية مقارنة مع هذه الطربة وهذا الشيء هو لخلاء المردودية تكون أكثر بمقارنة مع الحقل الثاني إذن هذا ثانيا أنجز النشط الأول للوقوف على سبب اختلاف المردود الزراعي في الحقل الأول الذي يتميز بطربة طينية مرمية والحقل الاثنان الذي يتميز بطربة طينية تمت مقارنة بعض خصائص طربة في هذين الحقلين ويبين الجدول النتائج المحصل عليها إذن كيفما تتلاحظوا هذا النشط أنه باش نعرفوا الاختلاف لراجع لهذا الاختلاف في المردود الزراعي للحقل الأول باش نعرفوا كما تلاحظون هنا في الجدول الحقل الأول الحقل الأول والحقل الثاني هنا مكونات هذه الطربة في الحقل الأول فهي تتميز بخصائص تارية نسبة الدوبال والتهوية والأملاح المدينية في كلا الحقلين بالنسبة للحقل الواحد نلاحظ أن نسبة الدوبال في هذة ثلاث علامات وهنا جانب الجدول أعطونا ثلاث علامات تعني أننا نسبة مرتفعة ونعطونا على موحدة تدلنا على أن نسبة الدوبال هنا مثلا فهي نسبة ضعيفة إذن إلى قرن نسبة الدوبال في كل الحقلين الحقلين هنا نسبة مرتفعة جدا وهنا نسبة ضعيفة كذلك الأمر بالنسبة لكل من التهوية والأملح المدينية التهوية نسبة مرتفعة في الحقل الأول وضعيفة في الحقل الثاني والأملح المدينية كذلك هنا في الحقل الأول يتميز الطربة ديالو بنسبة أملح مدينية مرتفعة مقارنة مع نسبة الأملح المدينية في الحقل الثاني إذن انطلاقا من المعطيات العناء في الجدول مطلوب مننا في آليف انطلاقا من الجدول أحدد بماذا يتميز الحقل الأول مقارنة مع الحقل الثاني هنا كما لاحظنا فإن الخصائص الطلبة في الحقل الأول تتميز بنسبة كبيرة في كل من الدبال والتهوية والأملاح المدينية تتميز الحقل الأول بنسبة كبيرة في كل من الدبال والتهوية والأملاح المدينية وهذا ما جعل المرضودية أكبر أو أكثر أو أفضل من الحقل الثاني إذن نشوف سؤال ذا كيف تفسرين ارتفاع نسبة الدبال بالحقل الأول مقارنة مع الحقل الثاني إذا رجعنا لمعطيات في النشط الأول تلاحظوا هنا بأننا قلوننا الحقل الأول يتميز بطربة طينية رملية مقارنة مع طربة الحقل الثاني فهي طربة طينية إذن رجعنا نقولون فممكن أن نفسر ارتفاع نسبة الدبال بالحقل الأول بنوعية طربة فالطربة هنا تلاحظوا بأنها طينية رملية يعني مختلطة وهي طينية ورملية في حين في الحقل الثاني فهي طربة طينية إذن ارتفاع نسبة الدبال راجعون إلى نوعية الطربة اللي هناك لنا مخترطة و متنوعة إذن بالنسبة للسؤال جيب كيف يمكن الرفع من تهوية التهوية في الطربة طربة الحقل الأول كيف ما لاحظنا هنا نوع الطربة في الحقل الثاني فهي طربة طينية وهي طربة لا تسمح أكثر بالتهوية بالتهوية إذن باش نجعلو باش نرفعو من نسبة التهوية في الطربة يمكننا مثلا هنا نقول يمكننا أن نضيف إليها طربة طينية رملية هي طينية نزيدها طربة رملية أو يمكن أننا نحرتها ونقلب الطربة فهذه عوامل تمكننا من الرفع من نسبة التهوية في الطربة للحقل الثاني السؤال دال أي الحقلين يمكن من إنتاج أفضل للطروة النباتية بين هذه الحقل نفسره ذلك إذن من خلال مقارنة خصائص الطربة والمردودية إذن يلحق الحقلين اللي يمكن أعطينا أفضل طروات نباتية فهو بطبيعة الحل الحقل الأول لماذا؟ فهو أولا كما لاحظنا أن طربته فهي مختلطة بها طربة طينية ورملية وكذلك هي طربة كيف دينا نلاحظنا بأنها غنية بالدبال ودات نسبة تهوية مرتفعة وكذلك غنية بالأملاح المدينية وهذا العوامل كلها وهذا الخصائص كلها تتجعل الحقل الأول هو الذي يمكن من إنتاج أفضل للطروة النباتية نمر الآن إلى النشاط الثاني كما تلاحظون النشاط الثاني يقول يحرص الفلاح خلال الإعداد لزراعة الحقل على القيام بالعمليات المبينة في الصور الجانب إذن الفلاح قبل الزراعة فهواتي يقوم مجمع من العمليات لممكن هنا تلاحظ الواتي خلال معطينا في النشاط فهناك في الواتيقة ثلاثة هناك استعمال للأسميدة في الواتيقة أربعة هناك عمليات حرط الأرض وتقليب الطربة وفي الواتيقة خمسة هناك الاستعمال والاعتماد روض البهائن إذن قال لنا هنا السؤال قال لك هذه العمليات أدخل أدخل العمليات المبينة في كل صورة كما قلنا في الصورة ثلاثة فهي عمليات استعمال الأسميدة وهي عملية مهمة للطربة العملية الثانية وهي عملية الحرط وتقليب الطربة وهي العملية الثالثة فهي عملية اعتماد الاستعمال روض البهائي إذن استعمال الأسميدة وهي تسميد ويمسى يمكن أهمية هذه العمليات أهمية العملية سوف نجيب عليها هنا هنا التسميد هنا حرط الأرض وتقليب الطربة وهنا استعمال روض البهائم أو زيادة روض البهائم أهمية هذه العمليات في المجل الفلاحي فعملية تسميد فهي تغني الطربة وعملية تقليب والحرط فهي تساعد على تهوية الطربة وروض البهائم هي عملية تزود وتغني الطربة وتطفع من خصوبتها وصلنا إلى نهاية الصفحة 30 وإن شاء الله مباشرة سوف تجدون إنجازا للصفحة 31 وقبل أن نواديكم لا أنسى أن أتذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك أو إعجاب للفيديو إلى فيديو مقبل بحول الله والسلام عليكم وبركاته